في شأن آخر زار وزير الخارجية الفرنسي جون لييف لودريان إيران حاملا رسالتي طمأنة ومخاوف رسالة أولى شدد من خلالها على التزام أوروبا باتفاق نووي فتح الاقتصاد الإيراني أمام الاستثمارات الأجنبية خاصة الفرنسية ورسالة في الاتجاه المعاكس كرر فيها مخاوف أمريكية وإقليمية بشأن برنامج طهران الصاروخي ودورها في الصراعات في المنطقة رسالتان تكشفان عن رغبة فرنسية في حماية الاتفاق النووي وجني ثماره الاقتصادية وفي الوقت نفسه الحفاظ على تأييد ودعم واشنطن لباريس وسط مناخ دبلوماسي متوتر بين إيران من جانب وفرنسا وأوروبا عموما من جانب آخر جاءت زيارة وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودغيان إلى طهران الإيرانيون استقبلوا لودغيان بالإصرار على سياسة تهديد الأمن الإقليمي والدولي من خلال الإعلان صراحة أنهم مستمرون في برنامجهم الصاروخي بل إن مسعود جزائري المتحدث العسكري صادر حق السياسيين الإيرانيين في بحث الملف مع القوى الغربية مؤكدا أن هذا شأن عسكري خالص تصريحات لها مغزاها وهي تتزامن مع زيارة لدغيان ترى الدول الغربية ضرورة تتخلي إيران عن منظومة الصواريخ الباليستية باعتبارها تهديدا إقليميا وزير الخارجية الفرنسي كان قد استبق زيارته لإيران بالتأكيد أن العقوبات على طهران أمر ممكن إذا لم تعالج مخاوف الإقليم والعالم من برنامجها الصاروخي الشق الآخر لزيارة الوزير الفرنسي لإيران يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وهو أيضا ملف حاضر بقوة بين الأطراف المعنية فإيران والقوى الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق فرنسا وألمانيا وبريطانيا تسعى للإبقاء على الاتفاق الموقع عام 2015 إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى لتعديلات يراها ضرورية ولو في ملحق تكملي يمنع إيران نهائيا من تطوير ترسانتها النووية فترامب أعطى مهلة للدول الأوروبية الثلاث حتى الثاني عشر من مايو المقبل للبحث عن صيغة ترضي واشنطن وإلا فإنه سينسحب من الاتفاق وبين التماد الإيراني في المضي قدما في تهديد الأمن الإقليمي ومواقف ترامب المعلنة من خطر طهران على المنطقة تبدو مباحثات لدوغيان صعبة حتى ولو كان يسعى لمزيد من التعاون الاقتصادي مع إيران خدمة للشركات الفرنسية معنا الآن من باريس أستاذ الجغرافية السياسية والاستراتيجية الدكتور بسام الطحان دكتور بسام مساء الخير مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار نتحدث عن هذه الزيارة المهمة لوزير الخارجي الفرنسي لطهران ما هي مباعث القلق أو المخاوف الفرنسية فيما يتعلق بهذا الموضوع فرنسا مؤيد أساسي وطرف مهم في مسألة الاتفاق النووي وتريد الحفاظ على هذا الاتفاق ولكن في المقابل هناك مخاوف فرنسية من بعض الجوانب الأخرى في السلوك الإيراني ما هي أبرز هذه المخاوف برأيك؟ يعني هو في الحقيقة إن هامش المناورة أو التفاوض بالنسبة للوزير لودريان ضيقة جدا لسبب بسيط أن فرنسا اقتصاديا بحاجة إلى إيران فإيران تشكل سوقا مهمة أكثر من 90 مليون نسمة وهناك عقود قد وقعت مع شركة توتال لاستثمار حقول الغاز وتقدر بالمليارات طبعا وكذلك هناك عقد لشركة رونو فإذن لودريان لا يستطيع أن يضغط تماما على إيران كما يجب أو كما يشاء له الأمريكان في ذلك لأن المصالح الاقتصادية طبعا هي مهمة لكل بلد هذه ناحية أما مقترحه الرئيس مكرون في أنه يجب أن نصل إلى اتفاق متمم وهذه الكلمة مهمة جدا أي بالرغم من موافقة باريس وعدم معارضتها على الاتفاق النووي تود أن تضيف إلى هذا الاتفاق اتفاقا متمما له علاقة بالتطور الصاروخي ولكن هنا أيضا موقف فرنسا يبقى ضعيفا لماذا؟ لسبب بسيط هو أن إيران تطرح نفسها كقوة إقليمية عظمى في المنطقة وطالبت بكل رصانة أن تزيل فرنسا أو أن تحد من قوتها الصاروخية كي تقوم هي بنفس الدور أي تقارن إيران نفسها بروسيا اليوم في علاقاتها الباليستية أو النووية الصاروخية مع أمريكا إذن موضوع الوصول إلى اتفاق يحد من النفوذ الإيراني صعب جدا وفرنسا هي تلعب دور الوسيط والمخفف ولكنها تتلقى الأوامر من الولايات المتحدة الأمريكية لأن ترامب قرر أن يحسم الموضوع الانسحاب في شهر أيار إن لم يتم مراجعة الاتفاق النووي الآن بالنسبة لدول المنطقة قبل الحديث عن دول المنطقة دكتور بسام دعني أسألك عن موقف الغرب بشكل عام الغرب اليوم يواجه معضلة فيما يتعلق بهذه المسألة من جهة يوكيا أمانو مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يقول أن إيران تنفذ التزاماتها بموجب هذا الاتفاق المفتشين استطاعوا دخول كل المواقع المطلوبة والانسحاب من هذا الاتفاق سيكون خسارة فادحة كما يقول السيد أمانو في المقابل هناك مخاوف أخرى متعلقة بالبرنامج الباليستي بالبرنامج الصاروخي وأيضا بنشاطات إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة كيف يمكن للدول الغربية أن توازن بين هتين المسألتين أن تتأكد بأن إيران تنفذ التزاماتها بالفعل بموجب الاتفاق النووي وأن تسير بشكل موازي للحد من طموحات إيران الإقليمية ومن برنامجها الباليستي سيدي سيدي الكريم سيدي الكريم أنا أظن أن الحل لن يأتي من أوروبا إنما يأتي من دول منطقة ما يسمى بالهلال الشيعي وأنا على فكرة أبو الهلال الشيعي تحدث عنه منذ ثلاثين سنة وأخذته فيما بعد معاهد البحث الأمريكية وغيرها وكانت هذه موضوع محاضراتي في معهد الحرب في باريس أظن أن الحل سيأتي من دول منطقة يعني دول منطقة دول مجلس تعاون الخليجي هي سيادات مالية ما الذي يمنع هذه السيادات المالية إلى أن تتحول إلى سيادات اقتصادية عسكرية وذلك بالاستناد إلى طبعا مجالس استشارية استشرافية أي كيف نتصور مثلا وضع دولة الإمغارات بعد ثلاثين سنة ما هو المخطط المرسوم لتطوير كل ذلك فأنا كلي إيمان وثقة أن مثلا دولة الإمارات تستطيع أيضا أن تتجه إلى صناعة صاروخية ما الذي يمنع الإمارات من أن تقيم مصنعا للصواريخ الباليستية يعني يجب أن يكون مقابل المشروع الإيراني مشروع عربي ببساطة ودول مجلس تعاون الخريجي قادرة على ذلك يعني مثلا إذا شئنا إلى حرب اليمن ببساطة بشكل من الأشكال من قبل البعض على الأقل أن تدعو إلى نوع من سباق التسلح القدرات الدفاعية لدول المنطقة قدرات مهمة وهي آخذة بتعزيزها ولكن إذا كان هنا صاروخ بدنا نطلع صاروخ قد يفنها البعض بأنها نوع من سباق التسلح هو مفهوم ليس شعبيا كثيرا لا 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 اسمح لي التسلح ليس بسباق هو أداة للردع السلاح السلاح لا يستخدم في الحقيقة هو للردع هل استخدمت أمريكا أو روسيا إلى الآن سلاحا هل استخدمت فرنسا سلاحا أمريكا استخدمت كل هذه الأسلحة للردع إذن هناك فلسفة اسمح لي هناك فلسفة للتسلح الآن الإمارات ودول الخليج كل هذه الدول تستطيع أن تكون قوة اقتصادية مثلا أن تحول اليمن إلى بلد يعني فيه رغد العيش اليمن السعيد بقوتها الاقتصادية ولا تقتصر على فقط إدارة الأزمات بطريقة عسكري وهذا معروف يعني الآن كل المشكلة هو إلى الآن في العالم العربي نفتقد إلى معاهد البحث الاستراتيجي والاستشرافي فالدواء هو في التخطيط السليم وفي اللجوء إلى علماء مختصين في كل مادة من هذه المواد الاقتصاد مثلا نجحت الإمارات بشكل رائع في إدارة المرافق البحرية والمعابر البحرية حتى أن الرئيس بوش وقف ضد الإمارات عندما دخلت في مناقصة لإدارة مرفع في الولايات المتحدة هذا خير دليل على أن الإمارات قد نجحت لو لا أنها نجحت لما رفض بوش يعني تدخل الإمارات في هذه المناقصة إذن برأي الحكامة أو الحوكمة الرشيدة هي فوق كل حكومة فالحكومة أداة تنفيذية ولكن لا قد من عقل هذا العقل شرف على الانتهاء أشكرك وقتنا انتهى وقت الأقمار الاصطناعية مع باريس دكتور بسام الطحان بعشر ثواني بعشر ثواني الحاكم القوي هو الحاكم الذي يحوط نفسه بنواعير من المستشارين الأكفاء شكرا جزيلا لك دكتور بسام الطحان أستاذ الجغرافية السياسية والاستراتيجية كان معنا من باريس